مضمونة السؤال الثاني الذي سأجيب عليه في هذه الحلقة السؤال الأول تقدمت الإجابة عليه في الحلقات الماضية سؤالنا الثاني ما علاقة الحج بزيارة الحسين ومراد سائل من أن الأحاديث التي تناولت زيارة الحسين صلوات الله عليه ما يرتبط بالحث عليها أو ما يرتبط بذكر ثوابها وأجرها فإن تلك الأحاديث جعلت رباطا وثيقا ما بين الحج وزيارة الحسين من هنا السائل وجه سؤاله ما علاقة الحج بزيارة الحسين يمكنني أن أقرب الصورة أن أقول من أن الحج بمثابة وحدة قياس فيما يرتبط فيما يرتبط بثواب وأجر وأهمية زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وحدة القياس لابد لابد أن تكون مجتملة على خصائص ترتبط بالجهة التي نقيسها بأية وحدة اختيرت للقياس بما أنني قلت من أن الحج بمثابة وحدة قياس في الموضوع الذي بين أيدينا فإنني سأقرأ عليكم بعضا من الأحاديث الشريفة كي تكون فاتحة لموضوعنا في هذه الحلقة هذا هو الجزء الرابع من الكاف الشريف لشيخنا الكليني رحمة الله عليه المتوفى سنة 328 هجر قمري وطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 260 الحديث الثامن والثلاثون بسنده عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه قال قال أبو جعفر إنه باقر العلوم صلوات وسلام عليه ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له أبو جعف على تلك الجبال على مكة ومواضع مناسكها والمراد من الجبال مرتفع من الأرض ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له قطعا إذا ما توفرت الأجواء الصحيحة والمناسبة لأداء الحج مثلا أن يكون الحج في أوقاته الصحيحة فالحج له أوقات أن يكون الحج في أوقاته الصحيحة أن تؤدى المناسك ليس بالضرورة بالدقة المتناهية ولكن أن تؤدى بشكل صحيح في زمانها ومكانها وأفعالها ولو بالإجمال قطعا هناك شرط أساسي في صحة الحج وعدم صحته حضور إمام الزمان لهذا السبب كان الأئمة يحضرون موسم الحج في كل عام إلا أن يكون هناك من مانع كأن يكون الإمام في الحبس كأن يكون الإمام في مكان لا يستطيع أن يغادره كي يذهب بشكل علني ظاهر واضح للعيان إلى الحج من دون أن يراه أحد لكنني أتحدث هنا عن ظواهر الأمور فحضور إمام الزمان شرط في صحة الحج لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل وإنما أكمل قراءة الرواية لكم ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له فأما البر البر هو الخير فأما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه وأما الفاجر فيستجاب له في دنيا هذه من خصائص الحج ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له بالشروط التي بيّنتها ما يرتبط بالزمان بالمناسك التي تؤدى بنحو صحيح ولو بالإجمال زمانا ومكانا وأفعالا مع حضور إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له فأما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه وأما الفاجر فيستجاب له في دنياه هذا الشأن يمكننا أن نتلمسه أيضا وبنحو واضح في الأحاديث التي وردت عنهم صلوات الله عليهم بخصوص زيارة الحسين أذهب إلى الحديث التاسع والثلاثين من المصدر نفسه ومن الباب نفسه بسنده عن جابر عن جابر الجعفي عن جابر عن أبي جعفر عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحاج ثلاثة الذين يذهبون إلى الحج الحاج ثلاثة فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر ووقاه الله عذاب القبر وأما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه ويستأنف العمل يبدأ من جديد ويستأنف العمل فيما بقي من عمره وأما الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله في الدنيا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الحاج ثلاثة فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر وما تأخر وما يأتي إلى آخر عمره ووقاه الله عذاب القبر وأما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه ويستأنف العمل فيما بقي من عمره وأما الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله الحديث السادس والأربعون من الباب نفسه وهو الباب مية وأربعة وخمسين الذي عنوانه فضل الحج والعمرة وثوابهما قرأت عليكم الحديث الثامنة والثلاثين والحديث التاسعة والثلاثين سأقرأ عليكم الحديث السادس والأربعين صفحة ميتين وواحد وستين بسنده عن سلمة ابن محرس قال كنت عند أبي عبد الله سلمة ابن محرس يقول كنت عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ جاءه رجل يقال له أبو الورد فقال لأبي عبد الله للإمام الصادقي صلوات الله عليه أبو الورد يقول لإمامنا الصادق رحمك الله إِنَّكَ إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَرَحْتَ بَدَنَكَ مِنَ الْمَحْمِلِ لأنه قد رأى فيما سبق من الوقت إمامنا الصادقة يبذل جهداً جهيداً في سعيها لأنه قد رأى إمامنا الصادقة فيما سبق من الوقت يبذل جهداً جهيداً في سعيه في الحج رحمك الله إنك لو كنت أرحت بدنك من المحمل فقال أبو عبد الله قال إمامنا الصادق يا أبا الورد إني أحب أن أشهد المنافع التي قال الله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم في حجهم إنه يستمر إمامنا الصادق فيقول إنه لا يشهدها أحد لا يشهد مناسك الحج مواطن الحج زماناً مكاناً أفعالاً طقوساً إنه لا يشهدها أحد إلا نفعه الله أما أنتم يا أشياعنا أما أنتم يا أيها الشيعة فترجعون مغفوراً لكم وأما غيركم يا غير شيعتنا وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم في حياتهم الدنيوية هذه نماذج من الأحاديث التي وردت تخبرنا عن خصائص الحج الحج زيارة وزيارة متعبة جداً سفرها متعب الدخول في تفاصيل الحج ومناسكه من جهة الالتزام بالأوقات والتقيد بالأمكنة والإتيان بالأفعال والمحافظة على الطقوس بكل تفاصيلها ولكثرة الزحام ولغير ذلك من قسوة الأجواء وسائر ما يواجه الحاج حتى في زماننا هذا الذي تتوفر فيه وسائل الراحة فالحج سفر متعب زيارة متعبة لكثرة التزاماتها وكثرة تفاصيلها الحج زيارة متعبة فيها التزامات وطقوس مشخصة معينة من هنا فإن البر ينتفع من الحج وكذلك الفاجر بالشروط التي تقدمت ومن أهمها حضور المعصوم حضور المعصوم في موسم الحج وخصوصا وخصوصا أن يكون حاضرا في يوم عرفة فأهم مناسك الحج عرفة الحج عرفة هكذا ورد في أحاديثنا الشريفة كل ذلك يشير إلى أهمية هذا الموقف إلى أهمية موقف عرفة أنا لست بصدد الدخول في تفاصيل الحج لكنني أردت أن أضع بين أيديكم نماذج من أحاديثهم الشريفة في خصائص الحج فمثل ما قلت لكم الحج زيارة وسفر فيه مشقة والتزامات بأزمنة معينة وأمكنة محددة ولابد أن يؤتى بأفعال ولابد أن يلتزم بتروك ولابد أن تتم المحافظة على طقوس بعينها كل هذا يشكل لوحة الحج من جملة خصائص الحج هذا أن البر ينتفع منه وأن الفاجر ينتفع منه فالبر ينتفع لآخرته ودنياه والفاجر ينتفع لدنياه هذه أهم الخصائص الإجمالية العامة لوحدة القياس هذا فإنني قد قربت لكم الفكرة بصدد وبشأن علاقة الحج بزيارة الحسين قلت من أنها بمثابة وحدة قياس نذهب إلى فاصل موسيقى 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 الموسيقى الناح الفطر لا صدفة ولا تعوي افرضني يشعر عن خطك وينسري على خط بعيد افرض يجتي عذي بنالكات ويسحر نهاء التجذيب افرغني الفيهن قامر ونيتجرف بالا تاقي اش ما تفرغ بعد يا حسين اش ما نعمل بعد وينزي لابد ما تيجي الساعة البيهن ينسي به وينعيد لابد ما هيوى الرحمة يدركنا ونرز بجدي حتى نشان نهرم ويرعى بحياننا وينبي ولا نقدر نحرك رأس ولا نقدر نحرك ايه ولا نشوف ولا نسمى اصار تسندنا وسادة مار باخر نفاس احسبنا وعصحنا بيه امالنا يا حسيني بقاوارنا اشتركوا في القناة ما تقدم من مضمون في الاحاديث التي قرأتها عليكم يمثل جسد الحج اذا اردنا ان نشبه الحج بكائن كالانسان فالاحاديث التي قرأتها عليكم من الكاف الشريف كانت بمثابة جسد الحج اما روح الحج هذا الحديث يحدثنا عن روح الحج وليس عن جسده اقرأ عليكم من الجزء الاول من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العثرة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي رحمة الله عليه وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الامام المهدي قوموا المقدس صفحة 336 الحديث التاسع ومثل هذا الحديث موجود في الكاف الشريف وغيره عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقد نظر إلى الناس يطوفون بالبيت يطوفون حول الكعبة فالبيت هو الكعبة إمامنا الصادق نظر إلى الناس يطوفون بالبيت فقال طواف كطواف الجاهلية فالعرب في جاهليتهم كانوا يحجون إلى مكة يحجون إلى البيت العتيق من بقايا الديانة الإبراهيمية لكنهم كانوا يحجون إلى البيت العتيق ويعدون ذلك جزءا من ديانتهم الوثنية وإلى هذا يشير إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وإلا فالإبراهيميون الذين استمروا على ديانتهم الإبراهيمية الصحيحة كانوا يحجون إلى البيت العتيق أيضا بحسب ذيانتهم إلا أنهم كانوا قلة قليلة فعبد المطلب كان من أوصياء إبراهيم وأبو طالب كان من أوصياء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إمامنا الصادق نظر إلى الناس يطوفون بالبيت فقال طواف كطواف الجاهلية أما والله ما بهذا أمر إنهم لم يؤمروا بهذا الإمام لا يريد أن ينكر الطواف هنا وإنما الإمام يريد أن يحدثنا عن روح الحاج فالجسد من دون روح يكون جيفة أما والله ما بهذا أمروا ما أمروا بجسد الحاج ولكن هم أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار هذا هو جسد الحاج ثم ينصرف إلينا وهذه روح الحج ثم ينصرف إلينا ويعرفون مودتهم ويعرض علينا نصرتهم وتلى هذه الآية ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ليقضوا تفثهم بحسب تفسيرهم لقرآنهم ليزور أئمتهم ليزور إمام زمانهم ليلتقوا ليلتقوا فهو موجود في الحج وهو سبب قبول الحج إن كان مقبولا وسبب صحة الحج إن كان الحج صحيحا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم إنها العهود عهود الإمامة والولاية ثم ينصرف إلينا ويعرفونا مودتهم ويعرض علينا نصرتهم فهذا الحج الذي هو وحدة قياس وهذا الحج الذي هو يرتبط ذكره بزيارة الحسين يتضح لنا أن الحج يمثل وحدة قياس صغيرة لأن الأصل هو الحسين لأن روح الحج الوفاء بعهود الولاية للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فما بالكم والحسين هو الباب الأوسع والسفينة الأسرع باب الولاية الأوسع باب المودة الأوسع سفينة الولاية الأسرع سفينة المودة الأسرع إنه الحسين أعيد قراءة الحديث عليكم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نظر إلى الناس يطوفون بالبيت يطوفون بالكعبة فقال طوف كطوف الجاهلية الإمام يتحدث عن جسد الحج أما والله ما بهذا أمر أنا أسألكم حجكم في هذا الزمان أليس كطوف الجاهلية الذين يعلمونكم مناسك الحج هل يعلمونكم ويعرفونكم من أن روح الحج ولاهة إمام زمانكم إنهم يبدأون معكم أنت تقلد أي مرجع وفي كل لحظة ينقلونكم في أداء المناسك من مرجع إلى آخر اعملوا بفتوى المرجع سين هنا وعملوا بفتوى المرجع سين هناك وفي آخر الحج يفرضون عليكم أن تدفعوا كفارة بالدولار حج مضحك حج مسخرة والمرأة الجميلة يتمتعون بها حتى لو كانت متزوجة هذه بعثات حج مراجع الشيعة من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل طواف كطواف الجاهلية أما والله ما بهذا أمروا ولكنهم أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار هذا هو جسد الحاج ثم ينصرف إلينا ويعرفونا مودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم وتلا هذه الآية ثم ليقضوا تفثهم ليقضوا تفثهم ليقضوا زيارة إمام زمانهم وليوفوا نذورهم ويعرفونا مودتهم ويعرض علينا نصرتهم هذا هو الوفاء بالنذور والعهود والمواثيق فالحج وحدة قياس صغيرة لماذا لأن الحج لا يكون حجا إلا بروحه وروح الحج هو هذا المضمون الذي بيّنته لنا هذه الرواية الشريفة أما زيارة الحسين إذا كان الزائر عارفا بحق الحسين فإنه مرتبط بروح الزيارة الحسينية منذ اللحظة التي نوى فيها وهو في بيته في مكان بعيد نوى أن يتحرك إلى كربلاء لزيارة الحسين زيارة زيارة تبدأ من لحظة نيته وهو في بيته قارنوا بين هذا المنطق وبين منطقي مرجع المستقبل محمد رضا السيستاني هذا الجزء الأول من كتابه بحوث في شرح مناسك الحج الجزء الأول من بحوث في شرح مناسك الحج هي تقريرات أبحاث محمد رضا السيستاني طبعة دار الفقه للطباعة والنشر الطبعة الثانية 2019 ميلادي صفحة أثماني ماذا يقول محمد رضا السيستاني أذهب إلى موطن الحاجة بشكل مباشر لضيق الوقت وعليه وعليه يعني وعلى الذي تقدم من مقدمات وعلى الذي تقدم من كلام وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفراءط بعد المقدمات التي ذكرها لم يثبت أن الاعتقاد بالولاية بولاية الإمام المعصوم أعظم من الاعتقاد ببقية الفراءط هو ذكر في الكلام المتقدم ذكر الصلاة والصيام والزكاة والحج وهو هنا بصدد الحج مثل ما قلت لكم الكتاب عنوانه بحوث في شرح مناسك الحج وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفراءط فلا تنافي بين أن يكون مستحل الكبائر ومنها ترك الفراءط خارجا من الاسلام دون أن يكون منكر الولاية خارجا عنه فالذي ينكر الولاية ليس بخارج عن الاسلام أما الذي ينكر الفرائض كالحج مثلا فهو خارج عن الاسلام هو يستقي هذه المضامين وفقا للمنهج الطوسي الناصبي الذي أنشأ لنا واقعا أساس هذا الواقع بني على التقية والتقية حالة استثنائية لا يصح أن نبني عليها إذا لم يكن هناك من مبرر ومن دفع كي نعمل بالتقية فهذا المنطق مبني على واقع استثنائي من الذي جعل الواقع الاستثنائي واقعا أصليا إنه الطوسي الطوسي الشافعي المعتزلي هو هذا الذي جعل الواقع الاستثنائي واقعا أصليا لماذا لأنه شافعي هو شافعي فإنه يرى الواقع الاستثنائي عند العترة الطاهرة يراه وقعا أصليا وهذا هو الذي دفع ب محمد رضا السستاني أن يتبنى ما تبناه هنا نذهب إلى فاصل محمد 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة زيارة الحسين في عظمتها لا وجه للمقايسة فيما بينها وبين الحاج الحج وحدة قياس لثواب وأجري زيارة الحسين زيارة الحسين شيء وثوابها شيء الحج مع أهميته هو وحدة قياس لثواب زيارة الحسين زيارة الحسين لا قيمة لها أصلا إذا أردنا أن نقايسها بولاية الحسين ولاية الحسين من ذاتيات الحسين أما زيارة الحسين فما هي من ذاتيات الحسين وإنما هو سبب تفضل به الحسين علينا فإذا كان لها من أهمية فبلحاظنا نحن لا بلحاظ الحسين زيارة الحسين من جهة الحسين لا قيمة لها حينما أقول لا قيمة لها لا أنفي قيمتها وإنما لا قيمة لها بالقياس إلى ولاية الحسين ولاية الحسين من ذاتيات الحسين أمر لا ينفك عن الحسين أما علاقتنا بولاية الحسين تترجم بزيارتنا له والحسين هيأ لنا هذا السبب تفضلا منه فزيارة الحسين بالقياس إلى ولاية الحسين لا قيمة لها قيمة زيارة الحسين بلحاظنا بسبب حاجتنا هذا فضل من محمد وأهل محمد وسبب سببوه لنا كي نتواصل معهم كي نترجم عهودنا وعقودنا التي بايعنا عليها وأخذت علينا إن كان هذا في عالم الأرواح أو كان هذا في عالم الأصلاب أو كان هذا في عالم الدنيا بوعينا وإدراكنا مثل ما بايعنا بيعة الغدير هذا المنطق كيف يفهمه هؤلاء هذا يقدم الحج على ولاية المعصوم هذا كيف يفهم منطق العترة الطاهرة هؤلاء هم مراجعكم ما أنا جئتكم بأمثلة من مراجع سابقين حدثتكم عن الطوسي مؤسس حوزة النجف وحدثتكم عن الخوئي الزعيم حوزة النجف في الحلقة الماضية وحدثتكم فيما سلف عن محمد باقر الصدر وعن السيستاني وعن محمد الشرازي وعن غيرهم أخذت لكم نماذج من المراجع ممن مضى وممن هو حاضر وهذا مرجع مستقبلي هؤلاء هم مراجع النجف حينما أقول لكم والقادمون من المراجع هذا مصداق من مصاديق المراجع القادمين في قادم الأيام هذا و أمثاله كيف يستطيع أن يدرك حقائق ثقافة العترة هذا يقول من أن الحج مقدم على ولاية محمد وآل محمد كيف يستطيع أن يدرك من أن الحج وحدة قياس لثواب زيارة الحسين وليس لزيارة الحسين لثواب الزيارة الزيارة شيء و الثواب شيء و الثواب زيارة الحسين على مراتب جانب من جوانب ثواب زيارة الحسين يقاس بوحدة القياس هذه وإلا فإن الذين ترتقي درجات معرفتهم بالحسين ثوابهم وأجرهم شيء آخر لا يقاس لا بالحج ولا بغير الحج هؤلاء الذين يقاسوا ثوابهم بالحج وبالعمرة وأمثال ذلك هؤلاء من زوار الحسين من أصحاب المراتب المتدنية أصحاب المراتب العالية ثوابهم وأجرهم شيء آخر على أي حال بغض النظر عن التفاصيل الكثيرة الوقت لا يكفي يجري سريعا وعندي كثير من المطالب زيارة الحسين لا قيمة لها بالقياس إلى ولاية الحسين فولاية الحسين من ذاتيات الحسين أما زيارة الحسين سبب عارض من ألطاف الحسين علينا أهمية زيارة الحسين تتعلق بنا لا تتعلق بالحسين الجهة التي تتعلق بالحسين هو لطفه هو كرمه أن سبب لنا هذا السبب لكن زيارة الحسين لا علاقة لها بذاتيات الحسين بمقامات الحسين الحج لا يقاس بزيارة الحسين وإنما هو وحدة قياس لنوع من أنواع ثواب وأجر زيارة الحسين زيارة الحسين شيء ثوابها وأجرها شيء وثواب زيارة الحسين على درجات الحج وحدة قياس لنوع من أنواع ثواب زيارة الحسين هذا هو منطق العترة الطاهرة وسأعرض لكم الأحاديث والتفاصيل أنا جئتكم ببيان موجز عن جسد الحاج وعن روح الحاج وهذا محمد رضا أسستاني يتحدث هنا عن جسد الحاج لا علاقة له بروح الحاج أساسا هذا الحج الذي يتحدث عنه هو حج باطل بحوث في شرح مناسك الحاج مناسك الحاج هي هذه التي قال عنها إمامنا الصادق طواف كطواف الجاهلية طواف كطواف الجاهلية كيف يقدم على ولاية الحسين إذا كان الحج بروحه بكل تفاصيله يشكل وحدة قياس للون من ألوان ثواب زيارة الحسين وثواب الزيافة غير الزيارة وزيارة الحسين لا قيمة لها إذا أردنا أن نقايسها بولاية الحسين ولاية الحسين هذا أمر ذاتي أمر حسيني ذاتي وزيارة الحسين أمر عرضي لا علاقة للحسين به هو سبب لطف فيما بيننا وبينه زيارة الحسين مهمة بالنسبة لنا ليست مهمة بالنسبة للحسين إن أظهر بها ولها اهتماما رحمة بنا الأمر لا يفتبط به صلوات الله وسلامه عليه وهذا الكلام ينجر عليهم جميعا لكن الحديث هنا عن زيارة الحسين فالحلقات حسينية والسؤال عن علاقة الحج بزيارة الحسين فهل يستطيع هذا أتحدث عن مرجعكم المستقبلي هل يستطيع هذا وأمثاله أن يتذوقوا هذا الطعم ربما يستطيعون أن يدركوا إدراك الشيء الشيء وأن يتذوق طعمه شيء آخر هؤلاء عقولهم وكذلك قلوبهم لا تتذوق هذه الحقائق لا لأنهم ليسوا شيعتان محمد رضا أسئستاني شيعي وهاشمي محب لأهل البيت أنا لا أنكر عليه هذا لكنه غاطس في قذاراتي ونجاساتي منهج الطوسي وهذه هي النتائج لماذا منطقي يختلف عن منطقه ما نحن من جيل واحد ونحن شيعة ونحن أبناء حوزة واحدة وأبناء ثقافة واحدة الفارق فيما بيني وبينه المنهج وليس فيما بيني وبينه فقط فيما بيني وبين كل مراجعي وأساتذتي وطلابي حوزة الطوسي الفارق هو المنهج فأنا أتلمس المعاني من خلال منهج العترة وهم يتلمسون المعاني من خلال منهج الطوسي الذي هو منهج مسخ شافعي حنفي معتزلي يغلب عليه المذاق المذاق الشافعي والمنطق المعتزلي وإلا فهو كشكول مسخ أعود إلى كلامي محمد رضا السيستاني وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية هذا لم يثبت أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض فلا تنافي ليس هناك من مشكلة ليس هناك من تعارض بين أن يكون مستحل الكبائر ومنها ترك الفرائض خارجا من الإسلام دون أن يكون منكر الولاية خارجا عن هذا المنطق بني على مقدمات فاسدة المقدمات الفاسدة تؤدي إلى نتيجة فاسدة فالمنهج الطوسي منهج فاسد من أساسه من أوله إلى آخره من ألفه إلى آيائه منهج فاسد قذر وسخ هذه النتائج ماذا أسميها العلمية العملية التطبيقية الفتوائية قولوا ما شئتم يصبح الحج أعظم منزلة من ولاية الإمام أي منطق هذا الحج وحدة قياس للون من ألوان ثواب زيارة الحسين وثواب زيارة الحسين غير زيارة الحسين فزيارة الحسين أعظم شأنا وأعلى رتبة في منطق الحقيقة من ثوابها لماذا؟ لأن ثوابها يتفرع عنها هي أصل والثواب فرع فالحج وحدة قياس لفرع من فروع زيارة الحسين التي هي لا قيمة لها إذا أردنا أن نقايسها بولاية الحسين فولاية الحسين ذاتية من ذاتياته وزيارة الحسين أمر عرضي طارئ لطف من ألطافه سبب من أسبابه مهمة بالنسبة لنا ليست مهمة بالنسبة للحسين تفقهون أو لا تفقهون هؤلاء هم مراجعكم أي دين هذا وأي تعقيدته وأي خرائن هذا هذه هي كتب مراجعكم وكتب حوزاتكم وعود قبض من دبش نذهب إلى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادقة جعفر بن محمد عليهم السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت فقلت له ولم جعلت في ذاك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبته فقال وَجْهُ 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 وَجْهُمْ 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 إمامنا أصادق صلوات الله وسلامه عليه نظر إلى الناس يطوفون بالبيت يطوفون بالكعبة فقال طواف كطواف الجاهلية هذا هو الذي يتحدث عنه محمد رضا السستاني في كتابه هذا ويتحدث عنه سائر الفقهاء والمراجع ما يكتبونه لكم في مناسك الحج في هذه الرسالة العملية الخاصة بفريضة الحج ما يكتبونه هو هذا الذي يقول عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه طواف كطواف الجاهلية أما والله ما بهذا أمروا ولكنهم أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم ينصرفوا إلينا ويعرفونا مودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم الذي يفترض في رسالة عملية في مناسك الحج أن تجتمل على باب كبير يتناول العلاقة مع إمام زماننا وهذا لن تجدوه في مناسك الحج التي يقدمها لكم مراجعكم لأنهم بالضبط يفعلون مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه طواف كطواف الجاهلية أما والله ما بهذا أمروا يعني أنكم تأتون بحج ما أنتم قد أمرتم به وإنما الذي أمرتم به لا يذكره لكم مراجعكم في مناسك حجكم هذه هي الحقيقة من الآخر كل شيء يقدمونه لكم بطريق أعواج وآنا قلت لكم مثل بولي البعير مثل ذيل تشليب شيء عدل ذيل تشليب هذا ذيل أعواج منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي حوزة النجا أسسها بطريقة ذيل الكلب الأعواج هذا ذيل تشليب أعواج ويبقى أعواج والنتائج بين أيديكم أنا أسألكم أنتم الذين ذهبتم إلى الحج ماذا قدموا لكم من مضمون يرتبط بعقيدة واضحة وصريحة بإمام زماننا ما هي الطقوس التي يجب عليكم أن تقوموا بها كي تجددوا العهود والمواثيق مع إمام زمانكم إمامنا نحن لا نراه بأبصارنا هو يرانا فنحن ملزمون بالعهود والمواثيق مع إمام زماننا هذا هو الحج بجسده وروحه هذا الحج الذي بجسده وبروحه هو وحدة قياسه أما هذا الذي يتحدث عنه مرجعكم المستقبلي محمد رضا أسستاني هذا يحدثكم عن طواف الجاهلية ويقدم طواف الجاهلية على ولاية الإمام المعصور إنه يحدثكم عن هذا هذا الحج بجسده وبروحه يشكل وحدة قياس للون من ألوان ثواب زيارة الحسين وثواب زيارة الحسين فرع من الزيارة الزيارة هي الآصل والزيارة الآصل بالنسبة لنا لا قيمة لها بالنسبة لولاية الحسين قارنوا بين المنطقين بين منطق قناة القمار وبين منطق السستاني هذا هو منطق الآب ومنطق الأبناء ومنطق الوكلاء إنه منطق النجف منطق حوزة الطوسي قارنوا بين المنطقين وعودوا إلى الآيات بشرط أن تكون مفسرة بتفسيرهم وعودوا إلى رواياتهم وأحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم وحكموا بأنفسكم أي منهج على حق محمد وأهل محمد وأي منهج على باطل أعداء محمد وأهل محمد نذهب إلى فاصل أهل محمد أهل محمد أهل محمد اليوم أصبح غير ومنظر جانت بأوطان صارت بالخيام وتسكن الوار حتى أهل محمد Jesús وأهل محمد 齁 بخيام 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 يوم الحرم بخيام ويوم الخيام علية تتلعى بمشالبية عايد ديني ايام جوم الحرم بخيام ديني ايام وماذا يقول أيضا مرجعكم المستقبلي أعني محمد رضا السستاني الذي تنفق الأموال الطائلة الآن وبأوامر من أبيه لأجل التمهيد لمرجعيته بعد أبيه ماذا يقول أيضا في الصفحة الثمانين من الجزء نفسه وفي الموضوع نفسه فالشخص الذي لا يعتقد أصلا بوجوب الصلاة لا يكون مسلما والذي يعتقد بوجوبها يكون مسلما وإن لم يكن معتقدا بالولاية كما هو شأن أكثر المسلمين في هذا الزمان هذا البيان مبني على أحكام التقية وهذا البيان يعارض القرآن جملة وتفصيل الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة هذه فتوى من الله ما هي برواية تستطيعون أن تشككوا في سندها أو في مصدرها ولا هي بفتوى من فقيه من الفقهاء كلام صريح واضح قطعي من الله في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين كافرون الذين لا يؤمنون بولاية علي وآل علي الله هو الذي يقول لا أعتقد أننا نختلف أخاطب الذين يشاهدون هذا البرنامج لا أعتقد أننا نختلف في أن الآية في بيعة الغدير هذه الآية من بديهيات ثقافتنا الشعية الأولية هي في بيعة الغدير والذي ينكر بيعة الغدير كافر بفتوى من الله سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذه الآية حاكمة على كل القرآن فمضمونها واضح وإن لم تفعل فما بلغت رسالته القرآن بكله جزء من الرسالة وولايهة علي بحسب الآية هي أعلى رتبة من كل الرسالة بكل تفاصيلها مر هذا الكلام هذا الكلام يرتبط بمرحلة التنزيل والتأويل مر هذا الكلام في حلقات سابقة مفصلة لا أجد وقتا كي أعيد كل كلام تقدم ذكره حتى لو كان مهما فالآية حاكمة على القرآن كله إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا المنطق منطق مراجع النجف منطق حوزة النجف منطق يتعارض مع القرآن يتعارض مع بديهيات عقائدنا الشيعية هؤلاء هم الذين يقدمون لكم دينا مخالفا للقرآن مخالفا لبديهيات ثقافة العترة الطاهرة وهذا الأمر ليس خاصا بمحمد رضا السيستاني جميعهم هكذا أبوه هكذا الخوء هكذا محمد باقر الصدر هكذا المراجع الأحياء هكذا المراجع الذين يقفون في الصف بانتظار موت السيستاني هكذا مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هكذا منطقهم واحد إنه منطق السفاهة ومنطق الحماقة ومنطق الضلالة وإلا أي منطق هذا هذا هو منطق القرآن إن الله لا يهدي القوم الكافرين من هم هؤلاء القوم الكافرون الذين ينكرون بيعة الغدير هذا هو فقهكم هذا هو فقهكم وهذا هو دينكم الذي تأخذونه من مراجعكم من مراجع النجف و كربلاء فكروا في عاقبة أمركم هؤلاء لن ينفعوكم لن ينفعوكم لا في الدنيا ولا في الآخرة هؤلاء يشكلون عليكم وبالا وبالا في الدنيا و جحيما في الآخرة لماذا تسيرون وراءهم لماذا تأخذون دينكم من أئمة الضلال هؤلاء منطق يخالف القرآن جملة و تفصيلا منطق يخالف ثقافة العترة الطاهرة جملة و تفصيلا و على هذا يؤسسون عقائده و على هذا يصدرون فتاواه أقرأ عليكم هذه أقرأ عليكم هذه الرواية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالموضوع الذي أحدثكم عنه إنني أقرأ عليكم من الجزء السابع من وسائل الشيعة للحر العاملي وهذه طبعة المكتبة الإسلامية طهران إيران صفحة مئتين و ثلاثة عش الباب ثلاثة عش إنه الباب الثالث عشر الحديث الثاني بسنده عن رزين قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط سقط إلى الأرض ثم ابتدر ليقطع رأسه ابتدر إليه شمر نعنة الله عليه نادى مناد من بطنان العرش من بطنان العرش من قلبه من وسطه من حقيقته نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها هذا يؤكد العنوان الذي مر علينا في الحلقات السابقة الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف و كربلاء الكذابون السفلة الدجالون الذين كذبوا علينا و قالوا لنا من أن الأمة قد صلح حالها و حسن أمرها بعد مقتل الحسين نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر قال رزين يقول ثم قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه الرواية واضحة و صريحة جدا فما قيمة الحاج ما قيمة الحاج الحاج لا قيمة له مدار الأمر الحسين مدار الأمر الحسين ولايته ذاتية أما زيارته شأن عرضي بالنسبة له هي أمر مهم بالنسبة لنا والحج وحدة قياس إذا توفرت الشروط أما وهذا الواقع فليس هناك من حج أصلا إلا إذا ما توفرت الشروط بحضور صاحب الأمر وهو الذي يمضي على حج أوليائه وأشيائه وإلا سيبقون مضحكة ومسخرة بيد المعممين من مبلغي بعثات المراجع مجاميع من المعممين الحمير الذين لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة تعلموا فساوى مراجعهم التي تقدم للشيعة حجا بالمستوى الذي تحدث عنه إمامنا الصادق طواف كطواف الجاهلية أقرأ الرواية عليكم مرة أخرى إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه ابتدروا إليه ابتدر إليه شمر نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لأضحى الأضحى عنوان للحج ولا لفطر والفطر عنوان للصيام وهناك ارتباط بين الصيام والحج ألا تجدون أن أدعية شهر رمضان من أوله إلى آخره في أدعية النهار وفي أدعية الليل في أدعية كل ليلة وفي أدعية الليالي المخصوصة كليالي القدر هناك تكرار في الأدعية لذكر الحج وهناك إلحاح في الأدعية أن الداعي يلح ويلح أن يرزق الحج فهناك ارتباط ما بين الصيام وما بين الحج وهذا الارتباط فيه إشارة إلى الوفاء بعهود الولاية لإمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يوفقنا لأضحانا ولفطرنا إذا لم يوفقنا هو فإننا سنكون من المخاطبين بهذا الخطاب ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر ثم قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين ثأر الحسين هو المحوار المشروع المهدوي يرتبط ارتباطا مفصليا بثأر الحسين والرجعة العظيمة وهي أساس ديننا وأساس عقائدنا ترتبط ارتباطا مفصليا بثأر الحسين الحسين دفع نحره ثمنا للرجعة العظيمة زيارة الحسين هي جزء من برنامج التمهيد للثأر الحسين في العصر القائمي الأول أهميتها تنشأ من هنا وما الحج إلا عبادة فيها للحسين أثر أين أثر الحسين في الحج هذا ما سأبينه لكم ولكن بعد الفاصل عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والسفياني والمنادي والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل نفس الزكي عن صالح مولى بني العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قائم ليس بين قائم قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليل عن المعلى بن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجع عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان إبراهيم النبي أقرأ عليكم من سورة أصافات فبشرناه بغلام حليم إنه إسماعيل جد رسول الله صلى الله عليه وآله الآية الحادية بعد المئة بعد البسملة من سورة الصافات فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي السعي في الحج من مناسك الحج فلما بلغ معه السعي قال يا بني أني أرى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى منام نبي من أولي العزم فبشرناه فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبي وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجز المحسني إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجز المحسني إنه من عبادنا المؤمنين وفديناه بذبح عظيم هل يمكن أن يكون الخروف حتى لو كان جنانيا أن يكون أعظم من إسماعيل هل هذا الكلام منطقي وفديناه وفديناه بذبح عظيم هل هو الخروف الذي نزل من الجنان أم أنه الحسين مثل ما يقول شعراء الشيعة ويسيئون للحسين بذلك وسبب منهج الطوسي لأن منهج الطوسي فصل بين القرآن وحديث العترة صلوات الله عليها وفديناه بذبح عظيم المخالفون لأهل البيت يتحدثون عن خروف خروف نزل من الجنان تلك حقيقة وفديناه بذبح عظيم ما هو الخروف هل هو الحسين أبد لا يمكن أن يكون الحسين فداء لإسماعيل الحسين فداء لله شاء الله أن يراك قتيل الحسين فداء لله وليس فداء لإسماعيل شاء الله أن يراك قتيل حين أراد الله سبحانه وتعالى أن يجود أقصى غاية الجود فجاد بالحسين على هذا الوجود شاء الله أن يراك قتيل يا أبا عبد الله إذن ما المراد وفديناه بذبح عظيم لا هو الخروف لا يمكن أن يكون الخروف حتى لو كان جنانيا أعظم من إسماعيل ولا يمكن أن يكون الحسين فاديا لإسماعيل الحسين ثار الله الحسين دم الله الحسين وجه الله الحسين فداء لله شاء الله أن يراك قتيل إذن ما المراد وفديناه بذبح عظيم إمامنا الرضا يحدثنا ويقول أنا أقرأ عليكم من الجزء الأول من عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق وطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 187 إنه الباب السابع عشر بسنده عن الفضل ابن شاذان قال سمعت الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه الكبش الخروف الكبير القوي المكتمل البني هو هذا الكبش إمام رضا يقول لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنى إبراهيم أن يكون يذبح ابنه إسماعيل بيده تسليما لأمر الله هذا هو التمني الذي تمناه وأنه لم يؤمر بذبح الكبش وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده بيده فإسماعيل هو ابنه الأكبر وابنه الأول ابنه البكر لما أمر الله لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه الكبش هو الخروف الذي اكتملت بنيته قوته واضحة صحته كاملة مظهره مكتمل هذا هو الكبش وقد أنزل على إبراهيم من الجنة كي يذبحه مكان إسماعيل لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنى إبراهيم عليه السلام أن يكون يذبح ابنه إسماعيل بيده وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكان ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده بيده فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب فأوحى الله عز وجل إليه يا إبراهيم من أحب خلقي إليك فقال يا رب ما خلقت خلقا هو أحب إلي من حبيبك محمد فأوحى الله عز وجل إليه يا إبراهيم أفهو أحب إليك أو نفسك قال بل هو أحب إلي من نفسي قال فولده أحب إليك أو ولدك قال بل ولده ولد محمد قال فذبح ولده ظلما على يد أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعة قال يا رب بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي قال يا إبراهيم فإن طائفة تزعم أنها من أمة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش فيستوجبون بذلك سخطي فجزع إبراهيم لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكي فأوحى الله عز وجل إليه يا إبراهيم قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين عليه السلام وقتله وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب فذلك قول الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم فهذا الذبح العظيم لم يكن خروفا كان هناك كبش أنزل على إبراهيم وذبحه أنزل من الجنان وهذا الكبش ما هو بذبح عظيم ما هو بأعظم من إسماعيل والحسين لم يكن فداء لإسماعيل هؤلاء الشعراء وهؤلاء الرواديد وهؤلاء الخطباء الذين يرددون هذه المضامين يسيئون إلى الحسين الحسين ما هو فداء لإسماعيل الحسين فداء لله سبحانه وتعالى ولذا هو ثأر الله هو دم الله عملية الفداء التي تحدثت عنها هذه الآية فيما يرتبط بالأجر الذي ناله إبراهيم فأجر جزعه على الحسين صار بديلا عن أجر حزنه على ولده لو أنه ذبحه بيده عملية الفداء هي هذه تلاحظون الفارق الكبير بين من يتمسك بمنهج العترة في فهم قرآنها وبين خطبائكم وشعرائكم ورواديدكم الذين تقدسونهم ويقودونكم إلى الضلال هذا هذا هو الفارق الكبير هذا أثر للحسين في الحج لأن ما رآه إبراهيم فيما يرتبط بذبح ولده إسماعيل كان جزءا من مناسك الحج إنه رمز للتضحية بالنفوس في سبيل الوفاء بالعهود والمواثيق لمحمد وأهل محمد فما من نبي إلا وقد بعث بميثاق نبوة محمد وولاية علي والأئمة من بعده ما من نبي بعث إلا وقد بعث بهذا الميثاق هذا ما هو كلامي هذه كلماتهم وأحاديثهم ورواياتهم الشريفة ما من نبي بعث إلا وقد بعث بميثاق نبوة محمد وولاية علي والأئمة من بعده الأئمة من بعده فاطمة وأولاد فاطمة من المجتبى إلى القائم فما رآه إبراهيم فيما يرتبط بذبح ولده إسماعيل هو نحو تصديق ونحو إثبات عملي للوفاء بتلك العهود والمواثيق ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل كبشا وصار ذبح الكبش رسما ومنسكا شرعيا في طقوس الحج ومناسك الحج وهذه الواقعة لذكر الحسين فيها لمسة وفديناه بذبح عظيم هذه اللمسة الحسينية من أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قرأ التعزية لإبراهيم قرأ مصيبة الحسين لإبراهيم رواية هكذا تقول فأوحى الله عز وجل إليه يا إبراهيم من أحب خلقي إليك إلى أن قال له فذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه أو جعل قلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعة إلى أن قرأ المصيبة على إبراهيم فإن طائفة تزعم أنها من أمة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش فيستوجبون بذلك سخط هذه قراءة تعزية أو لا قراءة مصيبة من الله سبحانه وتعالى على إبراهيم الخليل أو لا ماذا تقولون أنتم فهنا هناك مسحة لمسة لذكر الحسين في مضمون الحاج وإلا فإن الحسين لم يكن فداء لإسماعيل أنتم الذين تعتقدون بهذه العقيدة تسيئون للحسين الفداء كان فداء يتمنى أن لو فعل ذلك وما أنزل الله الكبش عليه سبحانه وتعالى إكراما لنية إبراهيم هذه فإنه عوضه بأجر الجزع على مصاب الحسين بعد أن قرأت تعزيته والمصيبة عليه ما هذه الرواية هكذا تقول عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه هذه مسحة لمسة حسينية في مضمون الحاج فكيف يمكن أن نقايس بين زيارة الحسين وبين الحاج كيف يمكن أن نقايس بين زيارة الحسين 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 وبين الحاج الذي أشرف ما فيه من أجر ناله إبراهيم أبو الحاج أن نال أجرا على مصيبة الحسين بعد أن سمع قراءة التعزية والمصيبة من الله هذا هو حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه قارنوا 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 بين هذا المنطق الذي يطل عليكم من شاشة قناة القمار وبين الهراء الذي تسمعونه من الفضائيات الأخرى من الشعراء من الرواديد من الخطباء من وكلاء مراجعكم ثولان قارنوا قارنوا بين هذه الثقافة الأصيلة الزهرائية الواضحة وبين الهراء الذي تتعلمونه من أولئك الحمير من أصحاب العمائن نذهب إلى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله فدا قال قول الله عز وجل ولنبلو النقل يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمراء وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانه والجوع بغلى أسعارهم ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال يا محمد هذا تأويله إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم سأقرأ عليكم نماذج من الأحاديث التي قرنت بين ذكر الحج وزيارة سيد الشهداء أنا لا أستطيع أن أقرأ أكثر هذه الأحاديث لذا سأختار نماذج منها إنني أقرأ عليكم من كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليها الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران الباب الخامس والستون إنه الحديث الخامس عشر بسنده عن يزيد ابن عبد الملك قال كنت مع أبي عبد الله من أصحاب إمامنا الصادق عن يزيد ابن عبد الملك قال كنت مع أبي عبد الله مع إمامنا الصادق صلوات الله عليه فمر قوم على حمر حمر جمع لحمار وكان وكان الناس في المدينة يخرجون إلى موقع أحد حيث وقعت الواقعة لزيارة شهداء أحد يخرجون إلى ذلك المكان على الحمير فمر قوم على حمر فقال أين يريدون هؤلاء قلت قبور الشهداء الشهداء في أحد قال فما يمنعهم من زيارة الشهيد الغريب يشير إلى الحسين قال فقال له رجل من أهل العراق زيارته واجبة الإمام لم يجبه لا بنفي ولا بإثبات وإنما أجابه بطريقة أخرى قال زيارته خير من حجة وعمرة حتى عد عشرين حجة وعمرة ثم قال مبرورات متقبلات ما يرتبط بوجوب زيارة الحسين في الكتاب نفسه في المصدر نفسه في كامل الزيارات أقرأ عليكم بعضا من الأحاديث الشريفة ما جاء في الباب الثالث والأربعين الحديث الأول بسنده عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه مروا شيعتنا مروا أي أصدر لهم الأوامر إصداروا الأوامر دلالته واضحة على الوجوب مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين لماذا فإن إتيانه مفترض وهذا بيان لما دلت عليه أوامر الإمام للشيعة بزيارة الحسين مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل الرواية تواضحة لو أن مرجعا من مراجعكم من النجف أصدر فتوا بهذه التعابير فماذا تفهمون منها ألا تفهمون منها الوجوب قطعا الواجبات أيضا لها شرائطها أنا لست بصدد الدخول في التفاصيل إنما أطرح المضامين مجملة بحسب ما يسمح به الوقت فالإمام الباقر هكذا يقول مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن الحج على المستطيع فقط الحديث الثالث عن أم سعيد الأحمسية إنها موالية وشيعية من شيعة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أم سعيد الأحمسية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول لها يا أم سعيد تزورين قبر الحسين لأنها عراقية أم سعيد الأحمسية شيعية عراقية يا أم سعيد تزورين قبر الحسين قالت أم سعيد قلت نعم فماذا قال لها الإمام الصادق زوريه 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 فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء هل تريدون نصا أصرع من هذا يا أم سعيد الإمام يتحدث مع أم سعيد الأحمسية يا أم سعيد تزورين قبر الحسين قالت قلت نعم فقال لي زوريه فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء العبارة دقيقة فإن زيارة قبر الحسين لم تقل الرواية فإن زيارة الحسين لأنها ستكون من بعيد وستكون من قريب أما زيارة القبر فلابد أن تكون من قريب زوريه 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 يا أم سعيد فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء الحديث الرابع عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه لو أن أحدكم حج دهره لو أن أحدكم حج دهره في كل سنة من بداية تكليفه إلى أن يموت في كل سنة يذهب إلى الحج لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي لكان تاركا حقا من حقوق الله وحقوق رسول الله لماذا يا صادق العترة لأن حق الحسين فريضة من الله واجبة على كل مسلم من دون قيد الاستطاعة التي في الحج لأن حق الحسين فريضة من الله واجبة على كل مسلم أعود إلى حديث إمامنا الصادق في الباب الخامس والستين عن يزيد بن عبد الملك قال كنت مع أبي عبد الله مع إمامنا الصادق فمر قوم على حمر فقال أين يريدون هؤلاء الإمام الصادق عارف بغض النظر عن علم الإمامة والعصمة فأهل المدينة يعرفون هذه القضية من أن هذه الحمر ومن أن أصحاب هذه الحمر يعملون في نخل الزوار الذين يريدون زيارة قبور الشهداء شهداء أحد لكن الإمامة يريد أن يتحدث أن يجعل هذا سببا لكلامه فقال أين يريدون هؤلاء قلت قبور الشهداء قال فما يمنعهم من زيارة الشهيد الغريب فأين هو في العراق الإمام جعل سؤاله مفتاحا لحديث عن زيارة الحسين قال فقال له رجل من أهل العراق زيارته واجب الإمام يريد أن يسمع العراقيين الذين كانوا عنده قال زيارته خير من حجة وعمرة حتى عد عشرين حجة وعمرة ثم قال مبرورات متقبلات قال فوالله ما قمت من عنده حتى أتاه رجل من الذي يقول يزيد ابن عبد الملك فوالله ما قمت من عنده لازلت في المجلس نفسه حتى أتاه رجل فقال له إني قد حجشت تسعة عشر حجة فادعو الله لي أن يرزقني تمام العشرين قال فهل زرت قبر الحسين عليه السلام قال لا قال إن زيارته خير من عشرين حجة قطعا الحجة الواجبة داخلة فيها فإن الرجل حينما يقول إني قد حجشت تسعة عشر حجة هل يتحدث عن حجة مندوبة أم عن كل ما قام به من حجة لبيت الله الحرام إنني أقول هذا الكلام لأن عمائم النجر مرضى هؤلاء حينما يتحدثون عن مثل هذه الروايات يقولون من أن الروايات التي تتحدث عن الحج وعن الأعداد الكثيرة في روايات ثواب زيارة الحسين مثلا ألف ألف حجة ستأتينا الروايات مليون يقولون هذا من الحج المستحب وليس من الحج الواجب يحاولون تحريف كل شيء ما هذا الرجل الذي يتحدث مع الإمام الصادق يتحدث عن حجه الواجب وعن حجه المندوب حين يقول للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إني قد حجشت تسعة عشر حجة الحجة الأولى واجبة فادعو الله لي أن يرزقني تمام العشرين الإمام ماذا قال له قال فهل زرت قبر الحسين عليه السلام قال لا قال إن زيارته خير من عشرين عجة من عشرين عجة بما فيها الحجة الواجبة لأن الإمام يتحدث عن حال هذا الرجل الرواية واضحة واضحة جدا لكننا ماذا نصنع لهؤلاء المعممين الحمير البغال المرضى ابتداء من آيات الله العظمى وانتهاء بالخطباء الثيران الذين يرتقون المنابر وهذه الأوصاف كثيرة عليهم كثيرة عليهم ما أنتم سمعتم منطقة مرجعكم القادم ما أنتم سمعتم الهراء والخراء في كتاب مرجعكم المستقبلي أتحدث عن محمد رضا السستاني ما هو هذا منطق السستانيين ومنطق غيرهم من غبران النجف وكربلاء أقرأ عليكم نماذج أخرى من أحاديث العترة الطاهرة في الموضوع نفسه بسنده عن شهاب ابن عبد ربه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال سألني فقال يا شهاب كم حججت من حجة فقلت تسعة عشر حجة فقال لي فقال لي أتمها عشرين حجة لماذا تحسب لك بزيهرة الحسين الحجة الأولى واجبة الرواية جميلة جدا الإمام هو الذي يسأل شهابا هذا الرواية التي تقدمت الرجل هو الذي تكلم فقال إني قد حججت كذا وكذا هذه الرواية الإمام هو الذي يبادر كي يسأل شهابا هذا يا شهاب كم حججت من حجة فقلت تسعة عشر حجة فقال لي أتمها عشرين حجة تحسب لك بزيهرة الحسين قطعا الحجة الأولى واجبة الحديث الرابع عن حذيفة ابن منصور قال قال أبو عبد الله يتحدث مع حذيفة هذا كم حججت قلت تسعة عشر قال فقال أما إنك لو أتممت إحدى وعشرين حجة لكنت كمن زار الحسين الإمام يتحدث مع كل شخص بحسبه الحديث الخامس بسنده عن صالح النيلي قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أتى قبر الحسين عارفا بحقه الكلام هنا عارفا بحقه كان كمن حج مئة حجة مع رسول الله مع رسول الله من أتى قبر الحسين عارفا بحقه كان كمن حج مئة حجة مع رسول الله لماذا مع رسول الله بحضور المعصوم سيكون الحج صحيحا سيكون الحج مقبولا وإنما أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم ينصرف إلينا كي يجدد العهود والمواثيق يعرض مودتهم علينا ويعرض نصرتهم لنا بين أيدينا لقاء الإمام تمام الحاج هذه كلماتهم لقاء الإمام كمال الحاج تمام الحج لقاء الإمام كمال الحج لقاء الإمام في زيارة عرفة الباب السبعون الحديث الثالث صفحة 187 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي يحدثنا علي ابن أسباط عن بعض أصحاب إمامنا الصادق إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين عشية عرفة الإمام الصادق هو الذي يقول يحدث أصحابه إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين عشية عرفة ليلة عرفة قال قلت قبل نظره لأهل الموقف لأهل الموقف في عرفة في الحج قال نعم قلت كيف ذلك قال لأن في أولئك الواقفين في عرفة لأن في أولئك أولاد زنا وليس فيها أولئي أولاد زنا القضية واضحة جدا طهارة المولد ترتبط بعليه ما هو علي المشكلة المشكلة علي المشكلة علي وحل المشكلة علي مشكلتهم علي وفوزنا ونجاتنا علي إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين عشية عرفة قال قال قلت قبل نظره لأهل الموقف قال نعم قلت كيف ذلك قال لأن في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا الحديث الرابع من الباب نفسه من الباب السبعين بسنده عن عبد الله بن مسكان إمامنا الصادق يقول إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين قبل أهل عرفات ويقضي حوائجه ويغفر ذنوبه ويشفعهم في مسائلهم ثم يثني أهل عرفته فيفعل ذلك بهم إذا كان إمام الزمان موجودا إذا لم يكن إمام الزمان موجودا فلن يكون شيء من هذا إذا كان إمام الزمان قد حضر الموسم لماذا البداية من الحسين لأن الحسين هو الأصل هو الحج فيه مسحة حسينية فأين المسحة الحسينية تعزية قرأها الله لإبراهيم وترتب ما ترتب عليها أما هنا في كربلا هنا الحسين بنفسه هنا الأصل إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين قبل أهل عرفات ويقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم ثم يثني أهل عرفته فيفعل ذلك بهم الحديث الخامس بسنده عن يونس بن يعقوب بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من فاتته عرفة بعرفات في موقف الحجيج في مكة هناك من فاتته عرفة بعرفات عن يونس بن يعقوب بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال من فاتته عرفة بعرفات بعرفات في الموقف هناك في مكة من فاتته عرفته بعرفات عرفة الوقت وعرفات المكان من فاتته عرفته بعرفات فأدركها بقبر الحسين لم يفت لم يفته شيء وإن الله تبارك وتعالى ليبدأ بأهل قبر الحسين قبل أهل العرفات ثم ماذا يكون ثم يخالطهم في نفسه هذا الجزاء لا يحسب بالحج وبالعمرة هذا الجزاء لخواص أولياء أهل البيت حسابهم ليس له من وحدة قياس ثم يخالطهم في نفسه الله يخالطهم يخالط زوار الحسين قطعا هؤلاء هم العارفون بحق الحسين وإن الله تبارك وتعالى ليبدأ بأهل قبر الحسين قبل أهل العرفات ثم يخالطهم في نفسه نذهب إلى فاصل عن داوود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادقي صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم المثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله وعندهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم المثاق بذلك وإنما السلام عليه تذكرة نفس المثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه من الباب نفسه من الباب السبعين من كامل الزيارات سأقرأ عليكم الحديث العاشر وأكتفي به كان في نية أن أقرأ أحاديث أكثر لكن وقت الحلقة صار طويلة سأقرأ هذا الحديث وأكتفي وأكتفي بما جاء فيه بسنده عن يونس بن ضبيان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من زار قبر الحسين يوم عرف كتب الله له ألف ألف حجة مع القائم مليون كتب الله له ألف ألف حجة مع القائم وألف ألف عمرة مع رسول الله وعطق ألف ألف نسمة مليون نسمة وحملان ألف ألف فرس في سبيل الله مليون فرس يقدمها بكامل عدتها في سبيل الله وسماه الله عبدي الصديق إلى آخر الرواية الشريفة هذه الأعداد هي آخر الأعداد في لغة العرب فالألف لا يوجد بعده عدد وحينما يضعف يقال ألف ألف وهذا هو الذي تحدثت عنه الرواية الإمام الصادق يقول من زار قبر الحسين يوم عرف كتب الله له ألف ألف حجة مع القائم مع صاحب الأمر كي تكون هذه الحجة صحيحة مقبولة بوجود القائم وألف ألف عمرة مع رسول الله وعتق ألف ألف نسمة وحملان ألف ألف فرس في سبيل الله وسماه الله عبدي الصديق إلى آخر الرواية الشريفة كل هذا لابد أن نتذكر من أنه في جانب وفي فرع من فروع ثواب زيارة الحسين تذكروا زيارة الحسين شيء وثوابها شيء آخر زيارة الحسين أصل ثوابها فر هناك فروع عديدة في ثواب زيارة الحسين هناك فروع ليس لها من وحدة قياس مثل ما مر علينا من أن الله يخالطهم من أن الله يخالطهم يخالط زوار الحسين هذه المخالطة ما يتجلى به الله قطعاً ما يتجلى به وجه الله الإمام المعصوم ما يتجلى من فيض ومن لطف خاص لهؤلاء فهذا الفيض وهذا اللطف ليس له من وحدة قياسه لأنه فيض خاص صادر من المعصوم نفسه فليس هناك من وحدة قياس لكن هناك فروع في ثواب زيارة الحسين هذه الفروع تقاس بوحدة قياس هي الحج ومرت علينا الرواية من أن ثواب زائر الحسين في يوم عرف أن يكتب له ألف ألف حج مع القائم وألف ألف عمرة أن يكتب له ألف ألف حجة مع القائم وألف ألف عمرة مع رسول الله وأن يكتب له ثواب عطق ألف ألف نسمة وأن يكتب له ثواب ثواب تبرعه وإعطائه لمليون فرس ألف ألف مع عدتها في سبيل الله ومن ومن أن الله يطلق عليه هذا العنوان هو العبد الصديق لله عبدي الصديق هذا هذا كله يرتبط بزيارة الحسين التي هي مهمة بالنسبة لنا بالنسبة للحسين هي أمر عارض فزيارة الحسين ما هي من ذاتيات الحسين أهميتها بالنسبة لي ولكم فكيف يقول هذا أتحدث عن مرجعكم المستقبلي من أن الحج مقدم على ولاية الحسين على ولاية الإمام المعصوم هذا هو الفارق بين منطق حوزة النجف وبين منطق شاشة القمر من هنا كانت المنافرة ومن هنا كانت المضادة فمنطق قناة القمر يسير في اتجاه يختلف بدرجة مئة بالمئة مع منطق حوزة الطوسي أعتقد أن الأمر بات واضحا وأنني أجبت على السؤال ما علاقة الحج بزيارة الحسين نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله هم باشا